أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن التشريع الحالي في الصفقات العمومية تجاوزه التاريخ على حد تعبيره وتضررت منه المجموعة الوطنية وحسب بيان للرئاسة التونسية قال سعيد خلال لقاء جمعه برئيس الحكومة كمال مدوري إن عشرات الآلاف من المليارات مرصودة والمشاريع إما أنها لم تنطلق وإما أنها توقفت بعد مدة وجيزة من بداية أشغالها إلى ذلك شدد سعيد على ضرورة أن تكون الوثيقة المتعلقة بالتوجيهات الكبرى للتنمية وثيقة تقطع مع الماضي لا في مستوى تسميتها فحسب بل في محتوها على وجه الخصوص